اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى رب العباد سبحانه وتعالى يا الله عندما يجعلك رب العباد مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس عبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير خليك انت يعني تعمل خير كيف لو ذكرت في التاريخ شخصية عظيمة كعمر بن العاص رضي الله عنه صحابة جليد اراد ان يقنع امير المؤمنين عمر بفتح مصر سيدنا عمر رغم قوته ورغم المعروف عنه في تاريخه الا انه كان يكره الحروب وكان لا يحب ان تراقى دماء المسلمين فسبحان الله ليس بغضا لمسألة الجهادة او غير لا يعني يقول وددت لو ان بيننا وبين الفرس بحرا من النار او جبلا من النار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم سبحان الله فسيدنا عمر ظل وراء عمر حتى اقنعه بفتح مصر قالوا طب لما تصل على حدود العريش ارسل لي رسالة وانتظر مني الامر مبالغ على حدود العريش وبعدين ارسل عمر رسالة اليه بعد ان رد عليه يعني فاخر عمر بن العاص فتح الرسالة ولقاء رسول عمر حتى عمر ودخل على حدود المصرية ثم ارسل اليه قالوا يا امير المؤمنين انا معي ثمانية الاف ويعني اريد المدد واجد الحامية الرومانية التي كانت تحتل مصر الجيش الروماني رهيب والاف مؤلفة فارسل اليه عمر اربعة من البدريين اربعة من البدريين سبحان الله اربعة البدريين دول حضروا بدريا قال ارسلت اليك اربعة من البدريين كل واحد منهم بالف فيصير قوام جيشك اثنى عشر الف جندي اعتبر عمر الاربعة دول باربعة الاف وهو مع ثمانية باثنشر الف سبحان الله عبادة بن الصامت والنقداد بن عامل المؤمن لما عمر بن العاص فتح مصر على مدار اربع سنوات مصر لم تفتح الا على مدار اربع سنوات سبحان الله وبعدين وبعدين في هذه الاونة في الاربع سنوات يعني سبحان الله العظيم دخل اهل مصر في دين الله افواج الى الان ملايين المصريين التسعين مليون اليوم سبحان الله صلاتهم وزكاتهم وحجهم وفعلهم للخير في ميزان حسنات من طبعا كل واحد ميزان حسنات وهي قد الحسنات اللي بيعملها لكن كل هذا يجبع في ميزان حسنات من ميزان حسنات عمر بن العاص الله يرضى عنه ليه من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان تنقص من أجورهم شيئا والثاني السيئة من غير أن تنقص من أوزارهم شيئا يعني أول قاتل في التاريخ من؟ قبيل قبيل كل قاتل يقتل على مر التاريخ إلى يوم القيامة يأخذ ذنب القتل ويوضح هذه السيئات في ميزان سيئات قبيل هو القاتل الأول لأن سن قضية القتل يوضح في ميزان سيئاته حتى يمكن الطيارة من غير طيارة تقصف المدن والقرى كل قاتل في التاريخ لأن قبيل هو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فهل يا ترى تبدأ في هذه الأيام تراجع نفسك يا ترى هل أنا مفتاح خير أم مفتاح شر وهل أنا مغلق خير أم مغلق شر يعني ما يكون مثلا مثلا يعني مدير قناة في تلفزيون مثلا في منطقتنا العربية الإسلامية وجاءته بنت مذيعة مثقفة فيها كل مواصفات الأكاديمية وكده ولكنها محجبة لا لا والله القناة بتاعتنا لا تقبل غير محجبات فالبنت تحتاج إلى العمل أو المرأة هذه تحتاج إلى عمل ربما مضطرة بس هذا لا أعطيها بإذن أن تخلع حجابها فإن تأثرت وخلعت حجابها ورآها ملايين الناس على الشاشة في ميذان الأستاذ المدير يا خبر دي مهمة معلمها ربنا لازم الواحد يراجح حساباته يا أخوان لازم يكونش أبدا مفتاح شر ولا مغلاق خير يجب أن أكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر أم شريك رضي الله عنها الصحابية الجليلة غزية بنت جابر الدوسية من قبيلة دوس زوجها كنت اسمها أبو العكر زوجها يعني أسلم وهاجر مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى المدينة المنورة فمات فهددها أهل زوجها قالوا إن يعني أنت على دينه قالت نعم أنا على دين الإسلام قال لنعذبنك قالت والله ما يهم أخذوها ويطعموها خبزا وعسلا خبزا وعسلا في شهور الصيف ويمنع عنها الماء إلى أن كادت أن تهلك ويجلسوا في ظل الخيمة ويتركوها تحت قرص الشمس وحرارة الشمس ثلاثة أيام وتكاد أن سبحان الله أن تموت يقولون لها ها هل ترجعين عن دين محمد تشير إلى السماء بسبابتها أن الله واحد لا شريك له ولما أغشي عليها من شدة التعب وهم في الظل إذا بدلو برشاء رشاء يعني حبل يعني يصب على وجهها فتشرب وتشرب وترتوي وتصب على جسدها بقية الدلو سبحان الله حتى سبحان الله يعني أغراقت به نفسها فجاء القوم أهل زوجها قالوا يا يا لص يا لص أنت سرقت ما أنا قالت أنا ما سرقت ما أكم فتح القرب للقرب مغلقة زي ما هي فقالت من أين هذا الماء قالوا من أين هذا الماء قالت والله إن هذا الدر نزل لي من السماء قالوا نشهد أن ربك هو ربنا وأسلم قوم زوجها جميعا ودخلوا في دين التوحيد وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إنسانة فاتحة خير سبحان الله ولذلك أنا أقول أن بعض الناس يعني سبحان الله كن متعديا يعني فعل متعدي في الخير يعني ما تلقفش الخير عندك لا عد الخير يعني عد الخير أنت يا ابنتي ابتلاك الله بأن عملت عمل معين تخرج إلى الشارع غير محجبة أو تعملين في حاجة معينة قد لا ترضي الله ولا رسول وأعزكم مثلا مثلا قد مثلا إنسانة ترقص أمام الأجانب مثلا وبتيجي قبل أن تموت تعمل إيه؟ تعمل معهد للرقص لا إله إلا الله يا بنتي سبحان الله يعني ما تتوب إلى هتعمل سيئة جارية لا إله إلا الله تعمل معهد البلايه هين أقصى بلاوي سبحان الله يا بنتي خلي الشر غير عندك يقف طوبة لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه ويا بؤس عبد إذا مات لم تموت معه ذنوبه في الذنوب شغار 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 الله حتى بعد الموت ولذلك ليه قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا مات الميت إذا مات ابن آدم يعني إن قط عمره إلا من ثلاث من إيه؟ ولد صارح يدعو له مش ولد عق ولد صارح لن تعف تربيته ولد صارح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية صدقة جارية التي يصل يعني سبحان الله ثوابها إلى العبد بعد موت أحبتي في الله راجع نفسك أنا عايزك تبدأ بداية جديدة هذه الحلقة والأنا كيف أكون مفتاحا للخير كيف لا أكون مفتاحا لا أريد أن أكون مفتاحا للشر أنا أريد أن أكون مغلاقا للشر أنا أريد أن أكون مفتاحا للخير أكون يعني أعمل الخير فيها إيه لما تمر على إخواننا في الإنسانية وفي الإسلام وفي الدين وفي الوطن ومقيمين عندنا في بلادنا في عز الحرب وبيعملوا سبحان الله فيها مشكلة لما توزع عليه المظلة بتاعت كاب أو غطاء رأسه سبحان الله تعطيه ملبس يلبسه تعطيه سبحان الله العظيم عدة قوارير من ماء أو من عصير عشان يفطر عليه ساعة المغرب أو يشربه إذا كان في غير رمضان الله أبواب الخير مفتحة ولكن عليك أن تقف أمامها ويكون معك مفتاح الخير حتى تدخل إلى بيت الخير وتصير من أهل الخير ويقول الناس عنك إننا نراك من المحسنين الله مجعل من المحسنين يا رب يا رب العالمين لا تنزون من صالح دعاكم نستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة